جزجه مش مش يا جماعة عشان الفلوس ولو الزمال اتجددله كان هيمشي عشان الفلوس ولو الزمال اتجددله كان هيدفعه له الشرط الجزائي ويمشي فمحدش يضحك عليكم لان احنا بنعتقد ان الاجنابي ده بنعتقد ان المدرب المصري فهلاوي وهم حاجة عنده القرش وبتوقع اكل عيش ده راجل فيتوريا يا راجل فيتوريا ادوله تلات شهور تلات شهور بعتوله تلات شهور اللي هم بتوع الشرط الجزائي رح رفع عليهم قضية عشان ياخد بقية فلوسه لاربع سنين يعني اجماعة جزي جومش والجمهور الزمالك ما يتحكش عليكم الراجل ده بقى له تمن تسعة يام بيتفق وطلع التذاكر وتم الاعلان في السعودية وتم الاعلان عن طريق قنوات سعودية والرجل يعني خلاص مخلص كل حاجة ففجأة يعني بالليل رح بعت للكابتن حسين لبيب وقال له يا كابتن حسين انا مش هقدر اكمل ومعرفش ايه مش هقدر يكمل ليه عشان الظروف مش مواتية ولا بعد ما اتفقت وقبط وزبطت نفسك وطلعت التذاكر السفر وقلت الجهازك الفني وقلت للأستاذ احمد مجدي وزبطت معاه وهيسافر معاك جماعة الزمال الزمالك ليه ربنا بصراحة وجمهوره العظيم وانا يعني شايف مع كل احترام والتقدير لابد ان يكون هناك مدير رياضي سيبكم بقى من الامج وان الواحد يسيطر كده على كرة القدم في الزمالك ويبقى هو المتصيت وهو بتاع جيبوا مدير رياضي زي كده نادي الاهلي ما جاب كابتن محمد رمضان جيبوا لجنة كورة لجنة تخطيط تعرف كابتن ايمان يونس موجود احمد حسين ميدو موجود حازم امام موجود في ناس جامدة وناس لها تاريخ وناس في نادي الزمالك وهم اللي يختاروا وهم اللي يقيموا ما يبقاش الموضوع كده كل واحد عايز يجيب اللي هو عايزه النهاردة مين بيأتفاوض مع المدير الفني الاجنبي وليه اجيب اجنبي يعني كزمالك انا دلوقتي كزمالك ايه البطولات اللي انا داخلها هو انا داخل كاس العالم للاندازة الاهلي مثلا ولا داخل مثلا بطولات عالمية انت بتلعب في الكنفدرالية البطولة الاضعف واللي هي مش امتك اساسا واللي انت بتسعى ان انت ترجع لدول الابطال تاني عايب الزمالك يقعد سنتين بيلعب في الكنفدرالية اقسم بالله عايب عايب الزمالك ده سيد اسياد افريقيا في 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 الفية اللي فاتت في القرن اللي فات ابتدى يستعيد شوية بريقه يوصل نهاية غلب يوصل نهاية غلب ياخد كونفدرالية ياخد سوبر افريقي لكن يلعب سنتين واربعات في الكنفدرالية عايب